بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا إله إلا الله الله يا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من آدم إلى قيام يوم الدين اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وطائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضق طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم السلام السلام عليكم أيها الأعزاء الأحباء وصل بنا المقام إلى عقيدتنا في الأئمة هذه العقيدة التي يجب أن نعتقدها في الأئمة يقول المصنف رحمه الله لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون كبرت كلمة تخرج من أفواههم فإذا هذا هو ما يدور البحث عنه اليوم لا بد أن نضع يدنا على الجرح منذ البداية وأن نميز ما بين الغلو والضابط في الغلو والضابط في ذكر الفضائل والمقامات وذكر الوظائف وما مرتبط بشؤون الإمامة فقد تجد كثيرا يتوهم ما ليس بغلو غلو والقض يتوهم الإنسان بعض الألفاظ بعض التعابير على أنها ليس من الغلو وإذ بها هي غلو فلا بد من ضابطة تضبط الإقاع في كيفية التعاطي في مثل هذه الأمور طبعا ويكون عندنا العمدة والرجوع إلى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم أعطانا نماذج عديدة عن تصرفات خارقة للعادة عن تصرفات فيها شبهة الغلو يأخذ حفنة من الطراب من الطين يخلق منها طير بالظاهر يأتي الوحد ويقول أنت تنسب الخلق إلى نبي إن النبي عيسى نقول بنحو استقلاله يعني شو ندعي له مقام الألوهية والربوبية لا حينما تأتي وتحدد وتجعل الضابطة وتجعل الأمر الحد التام لهذه المسألة الحد الذي لا يمكن أن نتجاوزه أو أن نغض النظر عنه يعني نغض الطرف عنه ماذا؟ هو مسألة بإذن الله أنه هذا بما أن هذا النبي ممكن وهو أفضل الممكنات وهو الداعي إلى الله عز وجل وهو معصوم وهو حجة بغض النظر عن تفاصيل العصمة بيننا وبين مختلف المذاهب الإسلامية ولكن في الحد الأدنى الجميع مجمع على أنه معصوم إسا حدود هذه العصمة هل أنه معصوم في مورد التبيغ؟ نتكلم عن الكبرى نحن وأنه نبي مرسل من السماء هذا الشخص في عصره أفضل الممكنات على الإطلاق ونحن علاقة الممكن لا يمكن أن نفصلها بالمنظوم بدركنا الفكري بتصورنا وبالمنظوم الدينية عن الارتباط بالله عز وجل لذلك أن سوى الله تعالى لا يعدو كونه ممكن شو ممكن؟ يعني أنه مفتقر وأنه محتاج في جميع أفعاله وفي بقائه واستمراره إلى الفيض الإلهي والمدد الإلهي فإذن اعتقاد ألوهية غير الله من أنبياءين لأن البعض لهذا أمير المؤمنين ستأتي معنا الرواية أن علي بن أبي طالب عليه السلام حارب الغلات بأي معنى أي غلات من ادعى لعلي مقام الألوهية أو الربوبية لذلك جعل المقيس قضية عزير في اليهودية عندما جعلوه ابن لله وقضية عيسى حينما جعلوه ابن لله في النصرانية وحارب الغلات في أمة محمد من قال بالألوهية أو الربوبية أو أن أما أن يأتي شخص ويقول علي بن أبي طالب يرزق مثلا يعطي كريم علي يشفي المرضى يبرئ الأكمهة والأبرص علي يقلع باب خيبر مثلا علي يعلم ما كان وما سيكون علي يحيي الموتى وين المشكلة في الموضوع هذا ليس من الغلوه لنضع الضابطة منذ البداية الغلوه هو في هذا المقام لذلك الآن سنقرأ الروايات أتيت ببعض الروايات التي تجعل الضابطة واضحة لما أراد أن تكون عنده واضحة أما من يريد فقط التشنيع ويتكلم أن هؤلاء الشيعة يعبدون أهل البيت يؤلهون أهل البيت يعبدون الأئمة هذا مجرد اتهامات ونحن أبناء هذه الطائفة أبناء الشيخ المفيد أبناء العلامة الحلة أبناء الشيخ الطوصي الصدوق الحر العامل الشهيد الأول الشهيد الثاني كل أبناء هذه الحلقة المتصلة لم مستحيل ندعي الآن أنا أدعي الدعاء أن تأتي بكلمة صدرت من هؤلاء جعلت أهل البيت في مقام الإله أو في مقام أنهم أرباب من دون الله نعم نستغيث بهم وابتغو إليه الوسيلة نعم أتوسل بعلي بن أبي طالب وين المشكلة ما أنا أتوسل بالصلاة وبقية القربات والصدقات إلى الله عز وجل وهذا المعصوم هو أفضل من الصلاة هذا مما لا شك فيه حرمة المؤمن أشرف وأشد من حرمة الكعبة المؤمن العادي فكيف بسيد المؤمنين وإمام المؤمنين الأمر الآخر نحن في المدركات العرفية ألا نقوم بتصرفات نتوسل بها إلى الغير آتي الآن أخبرك أقول لك جبل شاهق جدا ارتفاعه مثلا ألف متر أقول لك أن ولدي أو صعد يأتي أب ويقول لك أن ولده صعد هذا الجبل ابن ست سبع سنوات تسلق هذا تتصدق ولكن ثم يستدرك بعد أن أنكرت عليه ويقول لك أنا المتدرب أنا المدرب الخبير بتسلق الجبال استحبت ابنيه وجعلته يتسلق الجبل معي وين المشكلة جعل من الأب وسيلة للتصدق الآب كان وسيلة في ارتقاء الطفل وين المشكلة أننا في هذا العالم مع لسان الطبيعة الناضح بالإحتياجات لجميع الموجودات أن الله عز وجل يعطي هذا المعصوم ليفيض على الآخرين فهذا ليس من الغلو لذلك لذا أنقر الأئمة على الغالين أشد الإنقار قال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلات لا يفسدوهم فإن الغلات شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله والله إن الغلات لا شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشرفوا لماذا وين خطر الغلات ما بتقل لي هذا قفر وهذا قفر لماذا شر أكثر لأن هذا الرسالة رسالة خاتمة وهذا الدين دين عام وإن الدين عند الله الإسلام حينما تأتي وتغالي تكون قطعت الطريق عن لماذا أنت بمين عما تغالي بالحج الحقيقة هذا الحجة الواقعي الإمام المنصب من قبل السماء يجب على الأمة الاقتضاء به بقولك في الغلو جعلت قسم كبير يبتعد عن الحجة وعن الإمام الذي من المفترض أن يتبعه تحت قاعدة أن هذا الرجل يخاف ويريد أن ينزه الله فتكون قاطع طريق من قاطع طريق على الأمة على أفراد الأمة من الأخذ من الحجة المنصوبة عليهم وتكون في نفس الوقت معطل لدور الإمام جداً أمر خطير أمر الغلات أيضاً وقال مولانا أمير المؤمنين اللهم إني بريء من الغلات كبراءة عيسى بن مريم من النصارى اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا عيسى بن مريم قالوا هو الرب النصارى قالوا أن الله عز وجل مركب من الأب والابن وروح القدس وأن عيسى بن مريم هو الرب ولكن هون بين قوصين لللبيب إن اللبيب من الإشارة لا يفهم هل أن قول النصارى في عيسى بن مريم أنه الرب هل منع وسلب مقام عيسى بن مريم أنه روح الله وعبد الله آتاه الكتاب وعلمه وآتاه الحكمة وجعله يتكلم في المهد وجعله يشفي الأبرس والأكمة ويحيي الموتى ويخلق من الطير من الطين طيرا بإذن الله عز وجل والله عز وجل أيده بروح القدس فأيضا لازم مميز ما بين كلام الأمة كلام الغلات وما بين نفس المعصوم لذلك لابد أيضا من أن نتكلم وقال أمير المؤمنين وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْفِنَا وَقُولُوا إِنَّا عَبِيدٌ مَرْبُوبُونَ وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ نحن عبيد مربوبون لله عز وجل فإذن حطوا هيدا الضابطة اجعلوا هذي القاعدة اجعلوا هيدا الحد التام نعبر بهذا التعبير الحد الكامل الحد الفاصل ما بين الغلو وغير الغلو أن تقول في فضائل أبي الحسن ما تقول من أنه أعلم الناس أقضاكم علي أجعكم علي أورعكم علي باب مدينة علم رسول الله سالوني قبل أن تفقدوني علي بن أبي طالب في بعض الروايات أحيا طفل مات علي بن أبي طالب كان سبب للرزق علي بن أبي طالب شفى مريض علي بن أبي طالب يعلم الغيب هذي كلها هاي الصفات علي بن رضى الله محل رضى يعني رضى الله عز وجل متعلق بإرادة ورضى أمير المؤمنين علي مع الحق والحق معاه هذا كله ليس من الغلو هذا أصلا هم لا نشتبه فلابد أن نجعل هذه طائبة نعم لذلك يشير نشير بإجمال الآن المصنف هنا أراد أن يشير بإجمال ويدفع بعض الاتهامات عن الطائفة الإمامية بأن البعض يتهم هذه الطائفة بأنها تعبد الأئمة ويددعون بكون الأئمة أرباب مع الله عز وجل بعد هذه الروايات وهذه المقدمة المات ينفي هذه التهمة وهذا يقول هذا اعتقادنا بالأئمة الاثنين عشرية طبعا لابد الآن نتكلم عن الغلو أن نتكلم أيها الأحبة عن معنى الغلو بشكل سريع وليس بشكل تفصيلي بما يليق بهذا المختصر معنى الغلو بشكل عام هو مجاوزة الحد طارة الحد جعله العقلاء فيكون هذا أمر عقلاء فما لازم يتجاوزه طارة جعله الله عز وجل لهذا الحد فيكون هذا الحد حد إلهي شرعي أيضا لا يجوز تجاوزه نحن نقول أنت الذي تأتي وتقول لي أنكم أيها الشيعة تتوسلون بالآئمة وتطلبون الحوائج من الآئمة فهذا التوسل يساوي غلو فأنت ملعون مما لا شك فيه أيها الأحبة ولا ريب فيه كما قدمنا وابتغوا إليه الوسيلة هذا التوسل وهذا الإقدار وحال كون المعصوم ممكن لله فهو مفتقر في كل سكاناته إلى الله ولكن الله عز وجل أعطاه لأنه أفضل الممكنات كما قلنا ولتمام الحجية ولا إمام ما عنده أي ميزة إمام ما عنده أي مناصب يعني خلينا نعبر وكأن لإمامه بتعبير عرفي لحتى يقدر حتى يستطيع المشاهد تصور الفكرة كتصور طبعا أمثال تضرب ولا تقاض أنه كأنه رئيس حكومك يحمل معه عدة حقائب نجد بعض رؤساء الحكومات يحمل أحيانا معه حقيبة الدفاع بعض الحقائب الوزارية الأخرى هنا الإمام هو إمام خلافي إلهية يحمل معه جميع الصفات التي ترتبط بهذه الوظيفة الكاملة لهي ربط بين الموجودات والله عز وجل وأنه مما لا شك ولا ريب فيه كما يقول المصنف أننا لا نغالي بأهل البيت وعندنا روايات عديدة وردت عن أهل البيت في ذنب الغلو وروايات وردت أيضا عديدة عن أهل البيت في جعل الضابط والحد في تحديد هل أن هذا الكلام غلو أو غير غلو فهذا لابد أيضا من أن لذلك قال الإمام ولا تتجاوز بنا العبودية لله عز وجل يعني ما تتجاوز فينا بأن تجعلونا تخرجونا عن دائرة العبودية لله لأن أول صفة نجهد فيها لرسول الله في الصلاة أشهد قبل الرسالة والنبوة أشهد أن محمدا عبده ورسول هذه الشهادة لرسول الله ثم قولوا فينا ما شئتم فلا فلا تبلغوا وإياكم وغلو النصارى واليهود غلو النصارى حيث جعلوا عيسى بن مريم ابن لله وغلو اليهود أيضا جعلوا عزير ابن لله وهذا ما رفضه مولانا أمير المؤمنين روحي لطراب نعله الفدى أيضا لذلك ورد عن أمير المؤمنين أمره بإحراق الغلات ومن يدعي أن علي إله ورب دون الله عز وجل لذلك نحن كما قلنا أبناء الإمامية سيرا على ما صار عليه علماءنا وأكابرنا وفقهائنا وأساتذتنا في الحوزات العلمية وفي المراكز العلمية نرفض أي نسبة ربوبية أو ألوهية إلى المعصوم نرفض أي نسبة أيها العزيز لذلك أما إذا قلنا أن طاعة علي بن أبي طالب هي عين طاعة طاعة الله وأن السنخية واحدة في الطاعة بنص الآيات القرآنية أين هو الغل هو قال الله عز وجل وأطيع الله وأطيع الرسول وأقول الأمر منكم طاعة كلها متفرعة بنحو طولي على طاعة الله فبالنفس سنخية الطاعة لله تكون سنخية الطاعة للمعصوم وإن قلنا أن علي معصوم فلا غلو في المقام أنتم تقولون أنتم نفسكم لعمت التهمون تقولون قرم الله وجه علي لماذا تقولون هذا لأنه لم يسجد لصنم قط وإذا قلنا علي وسيلة إلى الله تعالى فأيضا هذا الأمر لا يخرج عن دائرة أن تكون القربة لرسول الله حالها أفضل من الصلاة وسائر القربات قد صدقات الصدقة لماذا تفعل المعجزات تدفع ميتة السوء تدفع الأمراض تأتي بالأرزاق هذه الصدقة للمشو وسيلة نتوسل بها أين المشكلة أن نجعل من ولي الله وحجة الله وسيلة في طلب حوائجه هذا إنسان خالص لله لا يوجد أي شائب في نفسه أقدمه بين يدي حوائجي إلى الله أنا الإنسان العاصي المبتلى بالذنوم صاحب القلب والوجه الأسود لا أستطيع أن أخاطب الله لا طاقة لي لا عين لي لا قدرة لي على أن أخاطب الله عز وجل وأقول لو أعطيني وأنا قلني تقصير أتوجه إلى الله بالكامل المطلق بالفرد الأكمل أقول يا إلهي اللهم إني أتوجه إليك بوليك علي ابن اللهم إني أتوجه إليك بالحسين الشهيد أين المشكلة في هذا الأمر عيسى بن مريم قال أخلق من الطين كهيئة الطير يشفي الأكمة والأبرس يحيي الموت ينبئ بما يأكلون ويشربون الناس في بيوتهم وين المشكلة أين الغلو في هذا الأمر ألم يعطي الله عز وجل هذا كل هذه الصفات ليست غلو إذا أضفنا أحبة قائد بإذن لا وجعلنا الارتباط بنحو طولي وليس بنحو عرضي متوازي يعني باراليل على قدرة الله كما نعبر في الرياضيات لا لذلك جاء التأييد بروح القدس من الله عز وجل فلذلك كانت هذه نسبة الفضائل والكرامات لأولياء الله تكون بنحو طولي مع الله نعم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس هون الربط هون المدد طيب أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيران هذا القرآن وإذ تخرج الموت بإذن هذه الصفات كلها وين المشكلة طالما بربطها بالأصل بالمصدر الحقيقي بالمفيد الكامل بالذات المقدسة لا ضير ولا غلو لأنه كله مرضوض بصور لله بصور عين التوحيد هنا الله القادر هو الذي أقدر عبده على أن يكون قادر في هذه المصادق والجزئيات في الخارج لنسير مع الشيخ ونوجه بعض الكلمات وقال ولا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلات والحلوليون قبرت كلمة تخرج من أفواهم بل عقيدتنا الخاصة أنهم بشر مثلنا طيب لهم ما لنا وعليهم ما علينا هم عباد الله صحيح الأئمة هم عباد الله ولا قياس بيننا وبين الأئمة صح هم عباد الله ولكن المراد هنا للشيخ رحمه الله ولكن المراد هنا نحن مكلفون وهم مكلفون لجهة التكليف طبعا هو بكونه معصوم تكليف أزيد قد أوجب عليه صلاة الليل للنبي ولم يوجب مثلا علي صلاة الليل وعليك إذن المعصوم أن يجب أن يكون في مكان مرتبط بعبادة الله أنا أعبد الله وعلي بن أبي طالب يعبد الله كما وجب علي أن أعبد الله قطعا على المعصوم يجب أن يعبد الله فلذا له ما لنا وعليه ما علينا لهذه الجهة لجهة التكليف ولكن عبادة أمير المؤمنين تفرق وإنما هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته إذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والطقوة والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به وبهذا استحقوا أن يكونوا ماذا أئمة وهدات ومرجعا بعد النبي في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم وما يرجع للدين من بيان وتشريع وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل الآن نأتي إلى بيان بعض المصطلحات معنى الحلول أن الله عز وجل يحل في أبدان العارفين المتصوثين وهذا أيضا مما قلنا بقفر من يدعي هذا المقام أو يتحد معه وقد اتفق عند علمائنا فقهائنا على بطلانه لماذا لأنه يلزم منه اجتماع القدم والحدوث فلا يمكن لهذا الأمر يلزم منه ماذا اجتماع القدم يعني الله عز وجل يجب هذا الكلام يعني أن الله عز وجل متحد في البدم منذ القدم فلابد من وجود بدن قديم حتى يتحد الله معه فيلزم وجود ماذا وجود يحيل ومن أبرز من قال بالحلول الحلاج وابن عربي هؤلاء الذين خرجوا عن الجادة وقالوا بالحلول تبارك الله وتعالى عما يصفون أمثال هؤلاء المنحرفون اتنين التشبيه المخلوقات مثل الله نقعد نشبه هذا المخلوقات بمثل الله والله عز وجل كما تعلمون ليس كمثله شيء وهذا الأمر لا يليق بساحته وهذا أيضا من مصادق الغلو واثنين أن التناسخ رجوع الإنسان التناسخ معنى التناسخ رجوع الإنسان بعد موته إلى الحياة الدنيوية عن طريق النطفة يعني ليصير إنسان مرة أخرى انتقال الروح من جسد إلى جسد بأي معنى والشيعة أبطلته لماذا أبطلنا التناسخ هو بقوله فيدروز وبعض الفرق الباطنية المتصوفة وبعض الفرق العرفاني الجديد الحالي يعني المبتدعة من الروح من جسد إلى جسد والشيعة أبطلته لأن في القول بالتناسخ إبطال للجنة والنار ليش لأنه روح هذا الإنسان شو بقوله إذا كانت خيرة لح ترجع بإنسان خير وإذا كانت شريرة لح تعود بإنسان شرير أو مثلا بحيوان أو ما شابه والإمام الرضا عليه السلام يقول من قال بالتناسخ فهو كافر مكذب بالجنة أرواح في هذه الصور الجديدة والعياذ بالله ولا نعتقد في أمتنا ما يعتقده الغلاد يعني لا من أول عنهم هم أرباب من دون الله ولا آلهة ولا نقول أن الله حل فيهم والعياذ بالله ولا نقول بتشبيههم بالله عز وجل هم عباد مقرمون لله عز وجل وصلوا إلى تلك المراتب لأنهم حققوا معنى العبودية وجعلوا العبودية بتمامها في شخصياتهم وفي ذواتهم وهذا علي بن أبي طالب يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن لما عصيت الله عز وجل في أن أسلب لنملة حاملة حبة الشعير أسلب هذه النبلة هذه حبة الشعير أو القمع لما فعال ولو كشف لي الغطاء ما استددته يقينا أيضا وقال إمامنا الصادق عليه السلام ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه طبعا هذه الرواية نقلت في البحار ها ولم تفهموه فلا تشحدوه وردوه إلينا بيجيك البعض كلما لم يتعقل رواية لم يفهم رواية ماذا يصنع هذا البعض وما أكثر الآن قنوات الضلال ومدارس الضلال الجديدة الحديثة تجد أنه مباشرة يرد الحديث وهذا غلو وهذا كفر وهذا الشرك أخي طول بيلك دعنا أولا نحدد معاني الكلمات ثم نحدد المصطلحات التي وردت في الرواية ثم نعرض هذه الرواية على الأقل على القرآن الكريم لنرى هل يوجد نظائر لها في القرآن الكريم في حق الأولياء والأنبياء والمعصومين أم لا فإن كانت تجري في حق الأولياء لماذا تمنعها في حق أهل البيت غير أنه شنشنة أعرفها من أخزمي شو المينع يعني لذلك معنى الرواية الرواية ليس في نصها يقول رسول الله ما ما لي بقوم من أمتي كلما ذكر عندهم إبراهيم وآل إبراهيم استبشرت وجوه وكلما ذكر آل محمد عندهم نفرت قلوبه وش مأذت بعض هاك كل شيء لا يفهم منه الألوهية والربوبية وين المشكلة في أخذه يكفي أن ألا يكفي ألوهية وربوبية كل شيء يفهم منه الربوبية وإلوهية ولو على نحو الاشتباه بتركه وبعد عنه يأخذ من الطين ويجعل منه طير هذا لا ليس فيه شبهة ربوبية ولوهية كيف نفيت هي القدرة بأنها جعلت متصلة منبعها الأصل الله بإذن الله عندما آت بهذا القيط وبهذا الحد يرتفع كل شيء لذلك وهذا ممكن ما نسب إلى عزير أنه عبد أنه ابن الله وما نسب إلى عيسى أنه ابن الله هذا هذا الأمر الذي دفعه والذي نهى عنه أمير المؤمنين لذلك البعض أيضا نعاني معه مسألة وما جاءكم عنا مما لا يجوز تكملة العبارة أن يكون في المخلوقين فاشحدوا ولا تردوه إلينا شو اللي منجحده وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاشحدوا ولا تردوه إلينا مثل شو أن تأتي من يقول أن علي مثلا هو ابن الله أن الحسين بن علي هو ابن الله كما فعلت اليهود والنصارى مع عزير وعيسى دون هك لا لابد أن نتروى وأن نرد الأمر إلى أهل الخبرة وإلى العلماء البعض يأتي ودائما يبالغ عقلي لا يتعقل عقلي لا يتعقل كيف أن رأس مفصول عن الجسد يتكلم على رأس الرمى لسيد الشهداء روحي نقول هذا باطل ادعائك باطل عقلك شو قداش حدود عقلك عقلي لا يقبل دائما هذه جملة ماقصة يجب أن تكمل تقول عقلي لا يقبل لأنه يلزم منه اجتماع النقيدين أو الضدين لا نقيدين ولا ضدين وبقية المستحيلة إذن ما الفرق بين الجسد والروح بين الجسد والرأس في الإنسان الرأس مخلوق من الله عز وجل جسد مخلوق من الله عز وجل من أعطى الروح للإنسان الله عز وجل من أعطى قوة النطب كتشبيه من بعيد لحيوان غير مدرك للبغبغاء الله عز وجل ألم يقدروا على النطب؟ أتعجز الله في رأس وليه أن يقدره على النطب؟ عقلك لا يقبل هذا عقلك أنت أما أن تقول عقلي لا يقبل علميا لا تساوي شيء علميا تقول عقلي لا يقبل لأنه يلزم منه اجتماع النقيدين ولا اجتماع للنقيدين في الفن ولا اجتماع للضدين وغير الضدين في البين إذن هذه بالمختصر فكرة عقيدتنا في الأئمة وقال إمامنا الصادق عليه السلام ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تشحدوه تشحدوه وردوه إلينا وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاشحدوا ولا تردوه إلينا إلى هنا انتهى الكلام في عقيدتنا في الأئمة تأتي إن شاء الله الكلام عقيدتنا في أن الإمامة بالنص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد